بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني الكرام وأخواتي الكريمات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأقول لكم وأهنئكم على دخول شهر رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه الصحة والسلامة والعافية وكذلك أنت أو أنت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لك بالشفاء أسأله سبحانه وتعالى من هذا المكان المبارك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جواره أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همك وأن يسر أمرك وأن ينزل عليك وعليك الشفاء العاجل اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وكذلك كل من سألني الدعاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له ما تمنى كل من سألني الدعاء أن يحقق له سبحانه وتعالى ما تمنى وما طلب وما هو في نيته وبإذن الله عز وجل نبدأ ببرنامج وكذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل من يذهب عند السحة كل من يذهب عند السحة ويؤذب أخوه المسلم أو أخته المسلمة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منه شر انتقام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمره تدميره من هذا المكان المبارك كل من يذهب عند السحر ويؤذي إخوانه المسلمين اللهم صلِّط عليه الأمراض والأحزان والمصائب اللهم شتِّت شمله وفرِّق أمره اللهم أشغله بنفسه اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم انتقم من كل ساحر وساحرة كل من عدب أخيه المسلم أو أخته المسلمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منه على كل حال إخواني الكرام رمضان فرصة فرصة قد تدركها في العام المقبل بإذن الله وقد لا تدركها فالموت أتي بغتا إخواني الكرام على كل حال شهر رمضان لا نطيل عليكم وكذلك نثقلكم بالبرامج الإدهان بالزيت واستماع للرقيا وا 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 فستتعدبون وستملون يا إخواني الكرام شهر رمضان أولا تصفد فيه الشياطين وهذه فرصة عظيمة جدا أن الشياطين تصفد وتسلسل يعني من هم الشياطين ما ردت الشياطين أما الشياطين والجن العاديون لا يصفدون ولا يسلسلون كذلك الذين في الأبدان لا يصفدون ولا يسلسلون ولكن هذه فرصة عظيمة لأن هذا الشهر العظيم إخواني الكرام هذا شهر القرآن لا شهر نثقل عليكم بالبرامج اقرأ سورة البقرة سبع مرات وقرأ سورة الصفات عشرون مرة وقرأ سورة الدخان تلاتة وأربعون مرة والله يا إخوان ستتعدبون ونصيحتي لكم أخوكم أن تقرأوا القرآن بكثرة ما هو الشيء الذي يعذب يعذب الشياطين والله هو القرآن نعم القرآن والإكثار منه يعذبهم العذاب الأليم لأن بعض الناس يقرأ إخواني الكرام صفحتين أو ثلاثة صفحات أو حزب بالنسبة للعلاج هذا لا يكفي هذا لا يكفي أخي الكريم هذا شهر القرآن شهر الذكر أكثر من قراءة القرآن يوميا في الصباح بعد الفجر وكذلك بعد العشاء وإذا استطعت أن تختم القرآن في عشرة أيام ثلاثة ختمات في الشهر والله فإنه شيء عجيب جدا وجميل وسترى الفرق إن شاء الله وكذلك إخواني الكرام المحافظة على الصلاة في الجماعة للرجال المحافظة على الصلاة صلاة الجماعة لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة التراويح ولكن صلاة التراويح بركة من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا إخوان هذا شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذه فرصتك عظيمة جدا أن تكثر من قراءة القرآن وهذا هو علاجك أكثر من قراءة القرآن وكذلك تذهب وكذلك تذهب أنت لصلاة التراويح يعني صلاة التراويح فيها الخير والبركة وكذلك الإكثار من الدعاء والإلحاح في الدعاء الإلحاح والإكثار من الدعاء أكثر من الدعاء أطلب ربي سبحانه وتعالى أطلب ربك سبحانه وتعالى أن يعجل لك بالشفاء وأن يبطل سحرك أو عين أو حسد أو يكف شر الأشرار عنك وكذلك إخواني الكرام لا بد من نحافظ على الأذكار أذكار الصباح والمساء وكذلك أذكار النوم ولا ننسى إخواني الكرام لا بد أن نجتنب جميع المعاصي وكذلك نربي أنفسنا في شهر رمضان ونبقى على هذا الحال كما كنت في رمضان نبقى على هذا الحال في غير رمضان كذلك في الأيام الآدية فرب رمضان هو رب شوال وكذلك السهور سائر السهور حافظ أخي على الصلاة وحافظ على الأذكار وحافظ على قراءة القرآن بكثرة وإذا أردت أن تأخذ برنامج في الرقية مثلا إذا كان عندك سحر تستمع إلى رقية وهذه أجيبة جدا رقية محمد رقية السحر لمحمد الحيدان إذا كنت تريد ولكن أنا أنصحك بالإكتار من قراءة القرآن بالإكتار من قراءة القرآن فقط كما قلت إخواني الكرام إذا كنت تريد أن تستمع لرقية السحر فاستمع لرقية جيدة جدا وقوية جدا وهي رقية إبطال السحر لمحمد اللحيدان أكتب رقية السحر محمد اللحيدان فيها 38 دقيقة فهذه قوية جدا تستمع إليها كل يوم وكذلك تستمع إلى آيات الحرق والعذاب لخالد الحبشي وإذا كان عندك عين أو حسد تستمع إلى رقية العين والحسد للغريب الموصلي وكذلك إذا كان عندك المسط العاشق تستمع إلى رقية المسط العاشق للغريب الموصلي هذا ليس دليل على أن السحر سيبطل بهذه الرقية لأن الرقية المباشرة لها فضل كبير ولها نفع كبير الرقية المباشرة ليست كالتسجيل ليست كالرقية المسجلة فكثير من الناس سنين طوال وهو يستمع إلى الرقية في اليوتيوب أو من جوجل ولم يستفيد شيئا ولكن هي تقلل الإصابة فقط هي ليست كالرقية المباشرة لأن الرقية المباشرة فيها الخير والبركة فكذلك إخواني الكرام كما قلت البعد على المعاصي البعد من الأغاني إخواني الكرام ولا تضيع الوقت والله لا تضيع الفرصة وتكون نيتك التقرب من الله سبحانه وتعالى وكذلك أن يغفر الله أن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنبك في هذا الشهر المبارك لأن فيه مغفرة الدنوب وتتنزل فيه الرحمات وكذلك تكون عندك نية صادقة للشفاء بأي عمل بالصلاة بالتراويح بالأذكار بقراءة القرآن أن ينزل عليك الله عز وجل الشفاء العاجل فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيكم اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أن تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شفاء شفاء